نحن هنا في مخيم بلاط شرقي مدينة نابلس وتحديدا في منزل الأسيرة أسيل الطيتي واحدة من بين 33 أسيرة من المتوقع الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل وإقرار الهدنة الفترة القادمة بطبيعة الحال الأسيرة أسيل الطيتي واحدة من بين ثمانية أسيرات هنا في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية تم تداول اسمها ضمن لائحة وقوائم من المتوقع أن يتم الإفراج عنها أسيل اعتقلت في الثاني من أكتوبر العام 2022 بتهمة محاولة طعن أحد السجانين خلال زيارة شقيقها في سجون الاحتلال الإسرائيلي سبع الطيتي التي بالمناسبة تم الإفراج عنه وبقيت شقيقته داخل السجون بعد انتهاء محكوميته البالغة 16 شهرا في الاعتقال الإداري هنا العائلة في منزلها في مخيم بلاطة تتابع الأخبار وتتابع مستجدات الأوضاع وتفاصيل أعلان الهدنة والبدء بصفقة التبادل فرح مترقب وفرحة معلقة سيما أن المشهد أيضا يتزامن مع حالات اقتحام متكررة لمخيم بلاطة شرقي المدينة نحاول الوصول في هذه اللحظات إلى والدة أسيل الطيتي التي لربما تحدثنا أكثر يعني أسيل لم تحاكم وبقي الاحتلال يعتقلها واليوم احنا بنحكي عن أمل إنها ممكن بكرة تكون ممكن بعده تكون حكينا اليوم شو شعورك كأم؟ شعور لا يوصف وهذا اليوم اللي مستنين وهذا اليوم اللي الكل مستني وبتمنى لكل البنات يعني والفراج العاجل عنهن اليوم كأم البكرة وهذا اليوم يعني شعور لا يوصف يعني أنا وأبوها أخوتها والعائلة وكلو مستنين نشوفها يعني لحظة بلحظة تكيكة بتكيكة ثواني بثواني يعني بتمنى يعني لكل لكل الأسيرات لكل الأسرة والله يفرج عليهم يا رب قديش يعني كان صعب يعني كنتوا تتوقعوا إنه بالنهاية سيأبي حكموها وبدها تمضي عدة سنوات شهر اللي مرك على 29 عشرة على 29 بس ما في عشان الأحداث عشان الحرب عشان الحرب ما في محاكمة طيب أحاول الوصول إلى والد أسير والذي يعني تابعة ضمن وقفات يعني في مدينة نابلس تفاصيل متعلقة بإسناد الأسرة يعني كنت بالفعاليات وكانت الأصوات عالية فلسطينية إنه بدنا أسيراتنا يرجعوا لبيوتنا اليوم أسير رح ترجع بصفق التبادل احكي لي عن شعورك كاب اليوم شعوري من فرحتي مش كاملة لأنه أخواني في غزة تعبانين كتير والحرب على غزة أتعبتنا كتير ومش هالشعوري الفرحة الكبيرة لأنه فيه ناس قاعدة بتموت ببلاش كتير عالم بتبوت ببلاش عشان هيك فرحتنا مش كاملة فرحتنا تكون فرحتنا وأهل غزة وما ينضرش ولا بن آدم في فلسطين أشكرك جزيرة شكر سبع الطيطي شقيقة الأسيرة أسيل كانت خلال الزيارة وكانت محاولة طعن أحد السجانين لاحقا أفرج عن سبع وبقية أسيل يعني اليوم أسيل أمام التجربة التي عايشتها في سجون الاحتلال وأنت اليوم تنتظر شقيقتك للإفراج عنها ضمن صفق التبادل قداش كان هذا حلم بالنسبة لإلك ولبقية الأسرة ممن عايشتهم داخل السجون أنه متى تأتي صفقة التبادل واليوم نشوف أول بوادر من خلال هذه الهدنة المتوقعة بسم الله الرحمن الرحيم بالبداية بشكرك على البرنامج هذا اصار رسالتنا ورسالة كل أهالي الأسرة جميعا يعني الكل بنتظر بفارغ الصبر هاي الصفقة مش من اليوم من سنين طويلة إحنا الأسرة داخل السجون يعني أنا عشت فترة صغيرة صح أنها لا تتعدى السنتين تقريبا بس عشت بأكتر من سجن وتعايشت مع كتير أسرة وكانت تجربتي كتير صعبة لأن أختي حبست بالفترة اللي أنا كنت موجود فيها بالسجن كانت فترة كتير صعبة علي لإني دخلت الزنزين ودخلت خذت إضراب عن الطعام بس عشان أتطمن على أختي وأغلب الأسرة كانوا يحاولوا يتواصلوا معاي ويساعدوني ويكونوا معاي وأنا بشكر الجميع كل أسرة اللي وقفوا معاي وأنا بالسجن وأنا بالزنزين سيندوني على موضوع أختي وأنا بتمنى لها الفرج القريب وإحنا مننتظر الصفقة فارغ الصبر وكل يوم منتابع الأخبار ومنتابع محطة الغد كل ياتنا بانتظار يعني الخبر الصار اللي رح يفرحنا جميعا يفرح كل الشعب الفلسطيني وكل الأم العربية كل الأم الإسلامية كل الشعب الفلسطيني رغم الحرب رغم الحرب القاسي اللي على غزة على أهلنا بغزة اللي هم جزء مننا هات شعبنا وأهلنا وإحنا منفتخر فيهم ومنفتخر في كل الشبر في فلسطين هدول الناس قدموا وضحوا عشان نصل لهاي اللحظة هاي اللحظة كتير غالية غالية بتمثل كل إنسان وطني كل إنسان حر شريف كل الناس كل الشعب الفلسطيني في انتظار هاي اللحظة ومنتمنى من رب العالمين تتكلل هاي الصفقة وبعدها مراحل صفقات كتير يتم من خلالها طبيض السجون كلياتها ومنتمنى الفرج الكريب للجميع وأنا بتمنى كأخ أسيرة يعني الأخبار الأسرة الاهتمام من الجميع اهتمام من أهالي الأسرة اهتمام من كل جمهور الفلسطيني والعربي احنا وضع الأسرة كتير صعب داخل السجون منتمنى كل الناس تأيدهم تنصرهم تدعي لهم لو بالأقل أقل أقل إشي الدعاء لإلهم لأنه وضع السجون كتير كتير صعب أخوي واتمنى الفرج الكريب للجميع وإحنا كعيلة يعني أسرة بسيطة داخل مخيم بلاطة قدمت الشهداء عندنا والقائمة يعني معروفة داخل مخيم بلاطة عندنا ما يقارب الأربع خمس شهداء من العيلة في عندنا شيء ثلاث شهداء من المخيم اللي هو محمود الطيتي وجهاد الطيتي وصعود الطيتي والقائمة طول وباقي الشهداء واليوم كان فيه بالمخيم اشتياح داخل المخيم والوجع والألم لع الجميع إحنا منتمنى الفرحة تعم كل فلسطين وكل بيت فلسطيني وكل عائلة فلسطينية ومنتمنى لأهلنا أهالي الشهداء اللي بغزة إخوتنا اللي بغزة القابدين على الجمر القابدين يعني إخوتنا في غزة اللي راحت دارهم اللي استشهدوا عائلات تباد عائلات بغزة وجههم وجعنا ألمهم ألمنا منشعر فيهم في كل لحظة مندعي لهم دائما منتمنى لهم نهاية الحرب في أقرب وقت الحرب اللي بتكتل الأبرياء الحرب اللي بتكتل الناس يعني لما بدربوا الصاروخ على البيت على العمارة بطيروا كل الدار بيستشهدوا عيلي كاملة هذا جزء من مشاهد الحرب هناك ترقب هنا في منزل عائلات الطيطي ومنازل أخرى في الأراضي الفلسطينية نتحدث عن ألاف الأسرى الذين يتطلعون لإتمام صفقة التبادل خلال الفترة المقبلة سواء كانت في الدفعة الأولى ومساعي إنجاح مزيد من صفقات التبادل خلال الفترة القادمة في سبيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين خالد بدير قناة الرد من مخيم بلاطة شرقية ناردس فلسطين ترجمة نانسي قنقر